هلأ يا صلاب كل ما لعبة تزيد شغلي إذن أخذنا الأولوملو أخذنا الأولومصوز هلأ هلأ هم أولوملو بدي يكون وهم بدي أعمله على شكل سؤال يعني كمثال كمثال أنا بدي أقول هل أنا أكتب؟ هل أنت تكتب؟ هل هو يكتب؟ هل نحن نكتب؟ هل أنتم تكتبون؟ هل هم يكتبون؟ هيك أنا رح أحول لها شكل بعد شوفوا إشتون انتبوا لعندي بالنسبة لموضوع السؤال بقى بيختلف الأمر في وقت اللي كنا نحن بموضوع النفي من شوي قلنا منحط جزر الفعل أو الفعل الأساسي مننفي بعدين منضفته للاحقة لحقت المضارع بعدين الشخص إيكي أما هون بكل بساطة بكل بساطة بقول بان يزيور نحن فهمنا وتعلمنا شون نحن نعمل هدول سان يزيور أو يزيور بيز يزيور سيز يزيور أون لار يزيور تمام؟ فهلأ هلأ انتبهوا لعندي بدي أضيف لاحقة إيش؟ لاحقة السؤال بان يزيور مو يزيور مو لحد الآن أنا بس ضفت لاحقة السؤال إذا بعد ما صرفت الفعل على المضارع ضفت لاحقة السؤال فأنتو لا تقروا بشكل كامل امشوا معي خطوة خطوة بان يزيور مو ايه؟ شو بدي أكمل هلأ؟ بدي أضيف الشهاص إيكي الشهاص إيكي هو أم لكن اللغة التركية ما عندي أنا أو أو وراء بعضها فلذلك ضفت له إيه حرف حماية مثل ما أنا ملاحظة لاحقت السؤال تأتي قبل اللاحقة الشخصية يعني لاحقت الشخص أنا عندي ياه هوني أم سن أوز سنوز هدول انتبهوا لعندي هلأ خلينا نحن نناقش هدول الشغلات إذا بان يزيور مو سألت أنا لكن بدي أضيف لاحقت الشخص فلاحقت الشخص أم مثل ما أنا ملاحظين لأنه انتهى آخر حرف صوتي عندي إياها أو فلذلك حطيت أم لكن بضيف حرف حماية فبصير عندي بان يزيور مو هل أنا أكتب بان يزيور مو هل أنا أكتب بجع السن السن يزيور مو حطيتها إلاحقت الشخص كي للسن هي صن فما في دعي أحط حرف حماية سن يزيور مو أو يزيور مو ما في لاحقة للشخص ما في لاحقة عندي بالأو بيز يزيور مو وبدي أضيف أوز فلذلك كمان حطيت لاحقت حماية شوفوا لاحقت الحماية بتكون بالبان والبيز بان يزيور مو سيز يزيور موسونو ان لر يزيور لار م ان لر يزيور لار م هلأ هون ممكن انه نكتب ان لر يزيور مو ممكن لكن المستخدم أكتر لاحظوا انه هون صار في عندي صار في عندي يعني بكل الحالات اللي موجودة أنا عندي إياها تجي لاحقت السؤال قبل لاحقت مين لاحقت الشخص أما هون أما هون بالأون لار يزيور لار م حطيناها يعني مستخدمي بشكل أكتر باللغة التركية إذن برجع بعيد لآخر مرة بان يزيور ميوم سان يزيور موسون او يزيور مو بيز يزيور ميوز سيز يزيور موسونو ان لر يزيور لار م هدول هن احاخد كمان كونوش كونوش ما مثل ما اتفقنا أول شي بحول الفعل للمضارع بعدين بضف له السؤال وبضف له اللاحقة بان كونوش يور ميوم سان كونش يور موسون او كونش يور مو بيز كونش يور ميوز سيز كونش يور موسونو ان لر كونش يور لار م هدول هن اه الشغلات المساليين اللي اخدناها هن بعلمني شتون بحول الفعل للمضارع وبنفس الوقت للسؤال المثبت هلا طلاب عنا تقييم كمان بالنسبة للفعل جتمك فعل الذهاب رح ااخد زينب مرة تاني يلا يزينب اه جد جد يور ميوم جد يور ميوم براو جد يور جد يور ميو ميسون ميسون جد يور جد يور موسون جد يور موسون اللي بعدها جد يور جد يور ميو احسنتي جد يور ميو جد يور موسون موسون براو جد يور موسون جد يور مولار مولار جد يور لار م او جد يور مولار نفس الشي نفس الشي ترى لكن نحاول نستخدم جد يور لار م برافو عليك يا زينب أحسنت